مرحبا أهلا وسهلا فيكم بأول فيديو بيحكي عن المي باللغة العربية عم نحكي اليوم عن المي المي كتير مهمي لأنه 70 بالمئة من جسمك مي 80 بالمئة من جسمك مي و 92 بالمئة من دمك مي المي كتير كتير مهمي حتى رواد الفضاء لما يطلعوا على الفضاء ويدوروا على الحياة أول شي بيدوروا عليه هو المي المشكلة بالمي إنه صلنا سين عم نشرب المي الغلط مي حنضي مي أبدا مش صحية وما بتخدمنا بشي هلا شو لي المي اللي صحية طالما كل المي اللي عم نشربها مش صحية شو هي المي الصحية المي الصحية هي اليابانيين صلنا عم نشربوها أبتر من 43 سنة ونحن مثلا عم نشربون فقط هي مية كانجن أو بالعربي العودة إلى الأصل أو الرجوع إلى الأصل كانجن هي كلمة يابانية تعني الرجوع إلى الأصل هلا كيس أنت ببيتك ممكن تحصل على مية كانجن سهل كتير عبارة عن ماشين اسمه كانجن ماشين أو مكينة كانجن اللي هي تنتج الكانجن ووتر ببساطة بتركبها على التاك ووتر وبتعطيك كانجن ووتر من جهة كانجن هلا أنا رح فرجيك كيف الكانجن ووتر تختلف عن المي العديد الكانجن ووتر عمليا فيها ثلاث سفات كتير مهمين اللي هي أول شيء الأنتي اوكسيديشن أبسط مثال على الأنتي اوكسيديشن هو لما تقطع تفاحة وتحطها على جنب فور لايك فايف مينت شو سير؟ تصير سودا صح؟ أو بنية نفس الشيء اللحمي نفس الشيء الأبوكادو هاي العملية نسميها أكسيديشن أو الأكسدي عملية الأكسدي أو التصدي أو فينا نسميها عملية التقدم بالعمر الأيجن فالأكسيديشن موجود بالطبيعة أكسيديشن وأي أنسجي حي يعطي شو؟ سيكنس بالنهاية أو مرض هلا أنت محتاج كتير أنتي اوكسيديشن أو مضادة للأكسدي بجسمك لشان تحول اللي بيسموهم بالإنجليزي أو الخلايا الجامحة اللي عم ندخلها نحن على جسمنا في تريليونات اليوم من دخان السيارات من التلوث الموجود بالطبيعة من حتى الإضافات الموجودة بأكلنا وشربنا كله هذا عبارة عن خلايا جامحة عم تدخل على جسمنا وهي عبارة عن قنابل موقوطة نستنيني لحتى تنفجر وتتحول لسرطان لهيك أنت لازم تشرب مي ملياني أو تاكل أكل مليان مضادات أكسري هلا رح فرجيك أنا عندي هون شوية سامتلز من المي اللي كنا نشرب منها أو حتى الصودا اللي نشرب منها وهون عندي تاك ووتر أو الميت اللي حنفية العادية هلأ رح تحط السامتل هدول بالكبس اللي موجودين ونشوش والفرب كما تنفجر طبعا تشربوا بالبيت بلاستيك بوتلد ووتر صح؟ كلنا بنشربه أو أنا كنت أشربه هلا بطلت أشربه لأنه صار عندي مي 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 في عنا هون كمان ترييه اللي هو عبارة عن تاربوناتد ووتر أو اللي يسموها سفار سينغ ووتر وفي عنا هون 7-Up اللي هو صودة بس نحن نستعمل 7-Up لأنه هي الكلير وممكن تبين الأكسperiment اللي رح عمل عليها وهون عندي ذي كانجين ووتر اللي هي actually the star of the show اليوم عبيتها من عندي من مطبخي على فكرة أهلا وسهلا فيكم انتو عندي في البيت اليوم أهلا وسهلا فيكم سو هاي كانجين ووتر ماشي هلا من عطول نحن بنسمع عن كانجين ووتر كانجين ووتر أو انتي اوكسيديشن انتي اوكسيديشن شو هي الانتي اوكسيديشن اكتولي كيف انت في تقيس مضاد بالأكسير الموجود بمي سؤالي لإلك بالأول إذا طلعت على هدول الكبس جهل البابل اللي موجودين هون بقطاعات اللي موجودين هون للحظة كلهم هدول الكبس فيهم مي بمجرد بالعين المجردي ما فيك تتخبرني انه هاي ميحة لإليه وهاي مش ميحة صح؟ إلا إذا عندك شي مثل هذا هذا actually بيقيس شي اسمه ORP أو Obsidation Reduction Potential شوف اسمه ORP متر الاقول ORP لما يكون Plus أو موجود معناته بيكون هادا الليكوي او هاي المي كثير سيئة المعباي اوكسيديشن واكسيدي المعباي رستن وما لازم تشربه أبدا ما لازم تشرب منها نحن عمليا نسميها expired water او الووتر اللي خالصة مدتعة تترى الووتر مثل اي نوع من الأكل تخلص مدتعة او بره بيسموها dead water او مي ميتي مع انه نحن كثير منعرف انه المي هي الحلارفة فبسموها dead water تخيل هلا هذا الميتر I'll turn it on وفيه إلومة الألم بس نحط الألم بالووتر راح يغير الرقم اللي هون وراح يفرجينه اذا كان positive معناته كثير فيه اكسيدي كثير فيه ايجين ورستن ما لازم تشرب منه أبدا معناته هاي dead water واذا كان الرقم minus معناته معبه مضاردات اكسيدي ولازم تشرب منه أبدا فيه اوكي لهيت نحن نشرب مثلا green tea لانه معبه مضاردات اكسيدي صح كل الدكات رابي صح هنا نشرب green tea لهيت ناخد vitamin C بس اذا بتطلع على التشارت اللي موجود هون راح يفرجيه انه green tea بس الارتين تابعه ناقص 100 والvitamin C تقديدا نفس الشي بس انت ما فيك تشرب 10 لطور green tea او شاي اخضر كل يوم او ما فيك تاخد 15 حبه فيتامين C كل يوم ما فيك تشرب 10 لطور green tea كل يوم شاي اخضر او ما فيك تاخد 15 حبه فيتامين C كل يوم بس سيك تشرب 3 او 4 او حتى 5 لطورة مي كل يوم صح؟ هلا هذا الارتين ميتر راح حط هنا انا الالم بالمي ورح يغير الرقم هون ورح يترجيك اذا كان الرقم موجب معناته كتير اكتير 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 رستي وما لازم تشرب منه اذا كان الرقم سالب معناته معرضه انتي اكتير 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 موجب بس لانه قعدت كتير بالفايبس و بالخزنات تبع السكني فصارت رستي بطلت خلينا نجرب البوتلد ووتر اجين نفس الشي 198 بالضبط اه what about النوع الثاني من البوتلد ووتر 209 210 211 وعم يطلع حلينا نجرب هون الكاربوناتد ووتر او سبارتل ووتر 297 oh my god يعني كتير عالي كتير رستي كتير فيه اكتير فيه اكتير يعني ما بساعد جسمك بشي ابدا لازم ما تشرب منه ابدا خلينا نشوف السودا 350 350 يعني باربط اسرع للايجينج وللرستي عمليا نحنا لازم نشرب اشياء فيها anti-oxidation او مضادات للاكس هلا رح حط نفس البن بكانجين ووتر ورح تشوف الفرق ناقص 470 شوف كلهم طلعوا موجه ما عدل كانجين ووتر طلعت ثالث ليه؟ لان كانجين ووتر فرش كانجين ووتر طلعت من المشين عندي بالمطبخ من حوالي 10 دقائق هلا لما انا طلعت انلاين واو ناقص 499 ناقص 500 لان كانجين ووتر انا لما شفت مكانجين ووتر اول مرة وطلعت انلاين ان شو يعني ناقص 400 او ناقص 500 لقيت دكتور رائع انلاين يقلك كب واحد كاسي واحدة من كانجين ووتر فيها نفس الكمية من المضادات الاكسدي الموجودة بثمانين حبة طماطن تخيل ثمانين حبة طماطن فيك تعقل ثمانين حبة طماطن باليوم ما باتقل هلا هاي كانت الفرست بروبرتي للكانجين ووتر اللي هي انتي اوكسيديشن او مضادات الاكسدي هلا الروبرتي التاني للكانجين ووتر هي عمليا الالكالونيزيشن واللي رح نحكي عنا هلا موسيقى هلا السفة التانية الموجودة بالكانجين ووتر واللي كتير مهمة كمان اللي هي الالكالونيزيشن او القلوية الملفت للنظر بالموضوع انو كل شي نحنا بنأكل حمدي اذا بتشوف هذا التشارت اذا تتذكر بالمدرسة يعلمونا على البيئتش القلوي والحمدي البيئتش سبعة هو نيوترل او حيادي اذكر من سبعة قلوي يعني صحي واقل من سبعة يعني حمدي او مرض عمليا الشي المفت بالموضوع انو كل شي نحنا بنأكله حمدي بتاكل لحمي حمدي بتاكل رج كمان حمدي بتاكل ديري برودكتس جبني ولبني وزبتي كمان حمدي هلا انت عم تحط كتير اشياء حمديية لجسمك كيف لازم تخلي جسمك على الجهة الصحية اللي هي القلوية كيف لازم تعمل بالانس بجسمك لازم تشرب على قليل شي يكون قلوي هلا هذا الحكي بالنسبة للأكل اللي مناكله بس لما نجي نحكي عن المي اللي نشربه شو الوضع؟ لانو نحنا متل ما حكينا من شوي 70% صح؟ مي هلا اذا انت درت بالك على اللي عم تاكله بتكون عمليا عم تدير بالك على 30% من حالك بس بس لما تدير بالك على اللي عم تشربه بتكون عم تدير بالك على 70% من جسمك صح؟ هلا عندي هدول نفس السامبلز بعض الموجودين وعندي pH تستر اذا بتشوف هذا التشارت بفرجيك انه كل شي نحنا مناكل ناكله حمدي وكل شي دكتورنا بيقلنا كله او كتره منه قلوي لهيك نحنا بنعرف انه القلوية صحة والحمضية مرض عندي pH تستر هون رح حط منه شوية drops ثلاثة او اربع نقط منه بكل نوع من المي والمي رح تغير رونه ورح تفرجيه هي على اي جهة هي قلوية ولا حمضية اذا شفت حمضية ما تشرب منه لو سمحت كتير بتضرر بس اذا شفت قلوية شراب منه وكتر لانه كتير كتير بتسيدك خلينا نجرب هاي التاب ووتر او مية الحنفية العادية هاي البوتلد ووتر اكوفينا هاي مية بوتلد نوعه تاني وهاي البرية على فكرة بعرف ناس ما بيشربوا غير البرية عاساس انه كتير صحيين هلا بتشوفوا شو الموضوع وهاي سابن اب وهاي الكانجن ووتر شوف الفرق لاحظ الفرق لو سمحت لانه كتير مهم شوفوا هاي التاب ووتر شوي قلوية لانه بتجي من الحكومي من البلديني ولازم تكون قلوية هاي البوتلد ووتر منرل ووتر نيوترل او حتى شوي على جهة الحنضية هاي مسميها كمان منرل ووتر او نيوترل نيوترل ووتر بس شوف لي هدول التنين اجين في ناس بعرفهم مفكرين حالهم كتير صحيين ما مشربوا غير البرية اوكي اذا حدا منهم عم يشوفني هلا كتير رح يغير رأيه ورح يبطل يشرب ببرية بحياته لانه طلع كتير حمضي كتير حمضي هون حمضي حتى اكتر انا يعني اي فيل كتير سوري للعالم اللي بيشربوا صودا كتير ومين اللي بيشربوا صودا اكتر فيها الايام همي يا حرام الكنس بس شوف هادا هون البيش تابعوا 2.5 اتنين ومصف تعرف قديش البيش تابع مية البطارية بسيارتك 1.5 خير يعني الا شوي انت عم تشرب مية البطارية تابعتك ما تشربوا هادا السوري حرام كتير تير بضع هلا شوف اذا انت اليوم بس خليني بس فرجيك قبل الكنجين ووتر شوف هاللون ما اروعون كله صحة طبعا purple هاي PH هاي الماء كانجين ووتر PH 9.5 تسعة ونف من الماشين عندي بمطرفي عم اشرب منا انا وولادي وعايشين حياة صحية هلا اذا قررت انت اليوم بلش تشرب كانجين ووتر شوف شو رح يصير اذا جسمك على النيوترل سايد او على الاسيديك سايد هون شوف شو رح يصير back to health قلوي back to health immediately يرجع جسمك immediately للقلوي شوف هون نفس الشي خلنجرب هون جماعة الكريير اللي بدلعين حالك ونطلعوا فا ا ا ا ا handle all the way sickness all the way مرض all the way شوف حتى الكنجين ووتر PH 9.5 ما فيها ترجع هذول للقلوي ليش؟ لانهم كتير حمضيين عمليا التجربة بتقول انه بدك 32 كاسي من كانجين ووتر لترجع كاسي من هذول نيوترل يعني PH 7 تخيل قديش حمضيين قديش بتضرر فليش بتشرب منه why there's no reason اصلا ما في داعي انك انت وعيلتك تشربون هذول هلا خلينا شوف اذا انت عن تقول انه اوكي والله ممكن انا اعمل بالانس يعني بشرب لي شوية كانجين وشوية صودا بعدل الماضي شوف سفق وحدي من صودا شو ممكن تعمل شوف بترجعك acidosis immediately حمضي بترجعك للمرض immediately هاي نحنا نسميها diluted soda يعني شوية صودا وتتنير كانجين ووتر صح شوف شو رح تعمل بالمية القلوية هاي حمضي immediately فما تشربوا من هذا هذا عمليا مش مشروب اصلا هادولي نعملوا بالمختبر وتنحطوا بفاكيج حلو ونعمل لندعاي وبنت تطلع تضحك شوي وبتنطوت وما بعرف شو بتعمل فتضطروا انت تشربوا منها فما تشربوا منها لا انتوا ولا ولا تكونوا لعائلكم حلو حلق لهلق حكينا عن صفتين من صفات كانجي موتر اللي هي مضادات الأكسبية والطلاوية هلأ الصفة التالتي كتير مهمة وهي نسميها الجزيئات الصفرة أو مايكرو كلاسترن تشوف المي بالعادي هي نحنا بنعرف أنها H2O بس ما بتجي H2O جزيئات وحدي H2O بتجي عبارة عن جزيئات H2O مجمعة من حوالي 24 إلى 26 جزيئ هلأ مجرد ما تمرو المي من التاب تبعك بالماشين بالكانج الماشين بتطلع من الجهة الثانية لايت ويتر نسميها فاتت بلك ووتر أو مي تقيلي إذا بدك وبتطلع من الجهة الثانية لايت ويتر أو مي خفيقي من حوالي أربعة لست موليكروز أو أربعة لست جزيئات هلأ هدا رحكي بيشو بفيدك انت هلأ عم تسأل حقا من شوها يعني كيف أنا بستفيد من حكي المي اللايت أو المي الخفيقي هي المي اللي بتقدر تربطب لك جسمك وخلاياك أبتر من المي البالكوتر أو المي في دراسات أونلاين بتقول انه هاي المي تدخل مباشرة على الخلايا مجرد ما تلمس الشفاء بينما المي العادية بدا تفوت على جسمك وتعود بالمعدي فترة طويل لحتى جسمك سيكسرها ويعملها مي خفيفي لتقدر تفوت بالنهاية على الخلايا وتعمل لك ترطيب أو هايدريشن على المستوى الخلوي تبعك يعني على الخلية دايرك هلأ رح ترجيك كمان تجربة ممكن تبسط هالموضوع لإلك وتفرجيك انه فعلا الكانجين ووتر فعالي أكتر من المي العادية عندي هون جرين تي شاي أخضر عادي رح نعمل تجربة صغيري ورح تفرجيك انه الكانجين ووتر كتير أخف من ووتر العادية هلأ شو أول شغلي ممكن تعملها للمي عفوا لحتى تعمل شاي تغلي المي صح؟ عمليا انت لما تغلي المي انت عم تعملها مي خفيفة واذا غليتها كتير بتصير خفيفة كتير بتصير غاز بتطير يعني بتصير بخار خلينا نجرب نعمل شاي بمية عادية مية حنفية مش مغنية ما في شاي صح؟ طيب خلينا نجرب نعمل شاي بمية تاندم PH 9.5 لاحظ على السريع أو بلحظات بأجزاء من الثانية طلع الشاي من T-bag من كيف الشاي ليش؟ لأنه المي كتير خفيفة وقدرت تخترت خلايا الشاي وتطلع الشاي من الخليل نفسها هلأ برجع نفس T-bag برجع لهون شوف ما في شاي عفوا نفس T-bag إذا بحط عليها مية عادية مرة تانية كمان ما في شاي بس نفس T-bag إذا برجع تشيله وبخطه هون تحط عليها تانجين ووتر شوف رح يسيك؟ شمان برجع يطلع الشاي دليل إنه تانجين ووتر كتير خفيفة وهي المي الوحيدة اللي ممكن تعملك هايدراتي صح ليش لحتى تضل دي هايدراتي؟ ليش لحتى تضل جاف؟ تعرف في دكتور أونلاين بيقلك تانجين ووتر انت بس عطشان بس المشكلة حتى لما عم تشرب المية العادية عم تضل عطشان لأنك عم تشرب المية الغلط شرب تانجين ووتر وشوف كيف حياتك رح تتغير شكرا موسيقى لحد هلأ حكينا عن الثلاث صفات اللي لازم تكون موجودة بكل مية الصحية انت وعائلتك عم تشربها بالبيت اللي هي الكانجين ووتر اللي هي سوفر مضادات الأكثري والقلوية والجزيئات الصغيرة للمية بس ما خبرتك أنا لحد هلأ انه الماشين او الكانجين ووتر ماشين بتنتج أكتر من نوع من المية النوع اللي كنا عم نحكي عنه سوفر هو النوع اللي بتقدر تشربه بس النوع الثاني هو سترونج كانجين ووتر او الكانجين ووتر القوية اللي هي PH 11.5 11.5 pH أقوى نوع ووتر ممكن تشوفه بالعالم واللي هي على فكرة الكانجين ماشين هي الماشين الوحيدي اللي بتنتج هذا النوع من الووتر هلأ ليش الماشين موجود فيها هذا النوع من الووتر هو مش للشرب ما في تشرب سترونج كانجين ووتر 11.5 pH 11.5 هو عمليا بنتي اسألك سؤال قبل ما خبرك انت كيف في البيت بتتغسل الخضرة والفوكه قبل ما يتكلم طبعا متل ما انا كنت اعمل قبل ما يصير عندي كانجين ماشين كنا نغسل الخضرة والفوكه بالمية العادية مية الحنفين هلأ راح غسل انا شوية تماتو قدامك ورح تشوف انتو شو يتكلم بنادورة عادية من السوبر ماركت راح نحب كم حبت بنادورة هون بهذا الكب وكم حبي بهذا الكب ونشوف شو الفرق راح نغسل الكب اللي على يسارك راح نغسله راح نغسل التوماتو اللي فيه بمية عادية من الحنفية والكب اللي على يمين راح نغسل توماتو راح نخليهم شوي هكت سوتي على جنب ورح نجيب وفرجيك شغل بطيب هون عندي هون زيت السمسم زيت سمسم عادي نحنا العرب ما كتير مفتاعم زيت السمسم بالأكل بس هو كتير زيت نقلي ونفيد وبالشرق كتير بستعمدوه في إيشيا هلا بالفيزياء علمونا انه المي والزيت ما بيختلطوا صح؟ هاي تاكوتر عادية مع زيت كتير ما بيختلطوا الزيت بعدين بتذكر استاذ العلوم بيقاللي الزيت يطفو فوق الماء ولا يختلط الماء صح؟ مضغوض طيب خلينا نشوف إذا الزيت يطفو فوق الكانجين ووتر ولا بيختلط معه؟ لحظة واو اختلط مع الزيت مية الكانجين القوية اختلطت مع الزيت هلا ليش عم فرجيك؟ طوماتو وزيت لانه المبيدات الحشرية بيعملوها يعني بيكون زيتية ليش؟ منشان تلزق على الأكل طبعنا ولما تشت الدنيا ما يتبسل عنها وإلا المزارع بيضطر انه يرشوا المحصول كل يوم ويصرف مصاري كتير مشان ما يضطروا يرشوا المحصول كل يوم بالمبيدات الحشرية ويصرفوا مصاري كتير عملوها أو قاعدة تبعها زيتية مشان تضل لزقة على الأكل والشرب تبعنا هلا لما ديوصل التوماتو أو الفوتس والفجتابلز والخضرة والفواكه لما توصل لعنا على المطبخ نحن بكل براءة نروح نغسلها بشو؟ بمية الحنفية بس مية الحنفية ما بتنظفها وراح تسبتلك هاي الطماطم اللي موجودة بمية الحنفية صح؟ راح نحط الماء هون منشفها وهاي الطوماتو أو البندورة اللي تغسلت بسترون كانتينوتر لو سمحت تلاحظ الفرق شوف الفرق اللون الماء كي هاي الماء هون لأنه بتختلط بالزيت قدرت تختلط بالموبيدات الحشرية الزيتية اللي موجودة على البندورة وشلتها عن البندورة وطلعتها بالماء شوف الفرق باللون واضح الفرق باللون على الكاميرا؟ يتمنى أنه يكون واضح لأنه هذا موضوع كتير كتير مهم وكتير منه هالأيام عنا بتجهوا أنه يصيروا نباتيين أو ما بيعتلوا غير فضار وفواكه لأنه بدن يظلوا صحيين أنا كتير بحترون وكتير بشد على أيدينا بس المشكلة أنه شوف شو عم يصير يعني عم يعبوا جسمن موبيدات خشرية هلأ فيه منهم بيقول لي أنه لأ أخي أنا فيجيتيريان وبنفس الوقت ما ضعقوا غير الفوتس والفوتس اللي تبعي أنا ما باكلهم غير أورغانيك طيب أورغانيك بس مش بس فساتس فيه يعني كمان الأورغانيك يعلنوا بها الحشرية صح؟ هذا الموضوع كتير مهم لأنه بحسب هذا الكتاب صادر عن الجمعية الأمريكية لمكافحة السرطان واسمه killing cancer not people يعني نحن لابد نقتل السرطان وما نقتل الناس اللي معه سرطان هذا الكتاب بيقلك أنه هدول الموبيدات الحشرية هن رقم واحد silent killer in the world شو يعني silent killer؟ يعني اللي بيموتنا الممنع رقمه وما نسمع عنه يعني نحن عم ناكلهم وعم نشربهم بس متل ما بيقولوا عنا بالعربي لا عين تشوف ولا قلب بيوجع بس هلأ صارت العين تشوف القرار إلك أنت شو بتقرر؟ أنت بدك تضل تاكل الخضرة والفواته تبعك والطعميها لعائلتك مع هذا السن؟ ولا بدونه؟ تتذكر ستي وستك لما كانوا يعدوا أكتر من نص ساعة أو حتى ساعة ينقوا الرز قبل ما يطعمونا إياه ويتفوه؟ ليش بطلوا يعملوا هيد؟ تعرف ليش؟ لأنه هالأيام السم هذا الموبيدات الحشرية عم يرشوا فيه الرز قبل ما حتى يحطوا الرز بالكيس ويبعثونا إياه لهم يعني أنا وأنتي عم ناكل الموبيدات الحشرية وهني ما فلنحطينا على الرز بالكتير أسبوع زمان دير بالك على عائلتك وعولادك لأنه يجبني أغلى شيء عندك في الدنيا أنا لحد هلأ وصلي أشهر عم بعمل هذا الموضوع لحد هلأ بس شوف هذا المنظر يأشعر بلاني لأنه يتخاف عليه كما يتخاف على حالي وعلى عائلتي